بالضبط يعني ممكن نقول انه التوفيق يكون حليف اللعبين ولكن بداية الحديث زي ما ذكر جاني معتقد الكل يعني بيمني نفسه انه بيكفي مفاجئات يعني خلاص اتفاجئنا وشفنا اللعيبة بتلعب كل حد مش في المركز بتاعه تماما وواضح ان اللعيبة بتجتهد وبتحاول تعمل اللي تقدر عليه ولكن مفيش لعبة يكون بيديك مية في المية من امكانياته لو هو مش بيلعب في المكان اللي هو بيستريح فيه وبيقدي فيه على مدار سنوات فبالتالي ان شاء الله النهاردة ما يكونش فيه اي مفاجئات والمفاجئات اللي طول الوقت بنتقبلها تتكون بناء على اصابات حصلت حاجة طرقة في لعيبة خرجت من الحسابات لاي سبب من الاسباب ولكن بدون اسباب نشوف محمد صلاح بيلعب سترايكر صريح فهي حاجة يعني ممكن ما تكونش الالطف ولا اللي خلت ممكن يكون منتخابنا الوقت دي بيتكلف كتير جدا ومش بس محمد صلاح اكتر من لعب والمصطفى محمد يلي كن بيلعب بيني حاجات كتيرة جدا حصلت وبداءا عليها احداث كتيرة جدا كانت مشتعلة في الساعات اللي فاتت تحديدا منذ انتهاء هذه المباراة من تصريحات وقيل وقال بشكل كبير جدا جدا مستر كارلوس كيراش الانظر كلها متجهة عليه وتصريحاته ممكن تكون هي من الاهم لانه هو تصريحاته موثيرة للجدل من البداية خالص من اول تصريح الصراحة قاله ليه علاقة بالمشاركة في كاس امم افريقيا والناس كلها بدأت تركز هو الكلام عليه فخلونا نتابع وخصوصا انه كان فيه كلام عن مشدة وازمات ممكن تكون حصلة ما بين المدير الفني ومجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم في التوقيت الحالي اللي لسه مكلف ولسه بيتم التصويت اليه بقيادة الاستاذ جمال علام انه ممكن يكون فيه مشاكل بشكل او باخر ما بين الجهاتين تصريحاتها نكون من تابعها في مؤتمر صحفي من قبل المدير الفني لمنتخبنا الاول لكرة القدم البرتغالي مستر كارلوس كيراش ونعود مرة ثانية في كرة القدم العالمية لا يوجد شيء اسمه مباراية ودية ولكن التنافس هو اساس كل شيء والكل يلعب من اجل الاداء الجيد ومحاولة الفوز وتكون الفريق الافضل على ارضية الملعب وهذا ما نحن جاهزونا اليه غدا نحن سنواجه فريقا جيدا ونحن نحترم اي فريق نواجهه ولكن رغبتنا هي الاداء بمنتهى القوة ونسعى للخروج بالنقاط الثلاث وسنستمر في هذا الاداء في التأكيد سنلعب المباراة باسلوبنا ونفرض هويتنا ونبدل قصار جهدنا لترك انطباع جيد لدى جماهيرنا لان المباراة السابقة لم تكن جيدة من طرفنا خاصة في الشوط الاول ولكن الامر سيكون مختلفا هذه المباراة انا اثق في اللاعبين سواء الاساسيين او الاحتياطيين والاهم هو ان نكون موجودين في الملعب هويتنا المعروفة واستراتيجياتنا ولا يهم من نواجه فنحن الفريق المصري ونحن دائما نسعى لان نكون الفريق الافضل بالفعل تحدثت مع اللاعبين بشأن مباراة نايجيريا ولم اركز على السلبيات فقط ولكن كانت هناك ايجابيات سنستثمرها في مباراتنا المقبلة امام غينيا وسنصحح السلبيات من اجل تطوير انفسنا ونحن سنؤدي بشكل عظيم في المباراة المقبلة لان النقاط الثلاث هي هدفنا واريد هنا ان اكون صادقا مع اللاعبين والجماهير ان مباراة نايجيريا كانت مزيجا بين السلبيات والايجابيات فنحن قد خلقنا فرصا واتحت لنا فرصة التعادل على الاقل وما ساقوله ليس للنيجيريين ذنب فيه وهو ان الحكام لم يقوموا بعملهم ولا حتى حكام الفار ان الامر لم يكن عادلا تماما وغير مفهوم وهنا انا لا اعطي اعذارا او شرح للاداء السيء في بداية المباراة ولكننا لو كنا سجلنا ضربة الجزاء التي لم تحتسب كنا سنتعادل على الاقل ومع الدقائق المتبقية ونحن مسيطرون على المباراة كان لدينا فرصة للخروج بالفوز من هذه المباراة لكن هذه هي كرة القدم وهذا امر اصبح من الماضي من تصراحات مستر كارلوس كيراش ان المباراة اللي هتكون من تباعها الليلة الاداء فيها هيكون مختلف تماما الثقة في اللعبين سواء الاساسيين او اللعيبة الاحتياطي كبيرة جدا جدا ليه تصريح لسه قاله متعلق انه فيه ايجابيات وسلبيات في مباراة منتخبنا امام منتخب نيجيريا ولكن للأسف نسبالنا مفيش ايجابيات ظهرت وحتى لو كان تم احتساب ركلة الجزاء وتعادلنا بالاداء ده فهو برضو لسه مقلق احنا بنخش بطولات مجمعة مش هدفنا نكسب اول مباراة او نقدي فيها اداء كويس احنا بنكون بنبص على البطولة بشكل عام وحتى لو في خسارة حصلت في اول مباراة ولكن يكون الاداء مش مقلق للدرجة دي مقلق بس مش اوي كده فان شاء الله النهاردة تكون بداية للطمقنينة ان هي تتزرع مرة تانية في قلوب المصريين اتجاه مستر كارلوس كيروش اللي احنا اكيد بنتمنى له كل التوفيق يعني ده مؤكد لانه في الاخر المصلحة واحدة بالنسباله اكيد هو السبيب بتاعه يكون بيحقق فيه بطولات وانجازات مع منتخب كبير زي منتخب مصر وبالنسبة للمصريين كل الدعم هيكون لي لان هو في الاخر اللي معاه دمام الامور صوصا اول مباراتين يعني مش عايز اقول ضحك علينا عشمنا اوي مبارات ليبيا هنا ومبارات ليبيا هناك وكان كمان الاعلام الليبي كمان مركز على المبارات انهم هما الاسعادوا اعتقد كانوا واخدين المباراة والامور بمحمل جدية وشوفنا كل اللعب في مكانه وتقلق لعبين ولعبين بترجع للمنتخب ولعبة بتتقلق الموضوع كان رايح في حتة حلوة من هنا إن شاء الله يرجع مرة تاني على تراك الصحة نتمنى